شكل منتدى الحوار في المنامة وفقا لمراقبين الأرضية الخصبة للمزيد من التعاون الإقليمي بين إسرائيل ودول المنطقة والذي أرست لبنته تفاهمات إبراهيم الموقعة في واشنطن في سبتمبر غير أن المواقف الصادرة عن الرياض بشأن التطبيع بدت محفوفة بتناقضات والتي بدت جلية خلال الورشة الأمنية بالمنامة هذا هو التقرير في منتدى الحوار وحل النزاعات بالمنامة عززت تفاهمات إبراهيم المبرمة أخيرا حضور ملف السلام في الشرق الأوسط على طاولة النقاش وأطل بقوة وجه الشرق الأوسط الجديد وعبر منصة حوار المنامة بدت الرسائل السعودية بشأن السلام متذبذبة فوزير الخارجية فيصل بن فرحان أبدى انفتاحا مشروطا لدى الرياض على التطبيع أساسهم مبادرة السلام العربية في 2002 التي صاغتها السعودية واستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين انفتاحا تعزز تصريحات بن فرحان خلال منتدى حوار المتوسط بروما الجمعة حين أشاد باتفاقيات السلام التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل بوصفها خطوة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة وبدورها في الحيلولة دون ضم أراض فلسطينية وفق تعبيره وعلى النقيد من هذه التصريحات جاءت رسائل وزير الاستخبارات والسفير السعودي لدى واشنطن ولندن سابقا تركي الفيصل عبر المنبر نفسه في المنامة فقد شن الفيصل هجوما حادا على إسرائيل يعترف الإسرائيليون برغبتهم في مصدقة السعودية ولكن جميع الحكومات الإسرائيلية هي آخر معاقل الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط وقد اعتقلت هذه الحكومات الألاف من سكان الأرض التي استعمروها واحتجزوهم في معسكرات تحت ذرائع أمنية واهية رسائل قلال من أهميتها وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي تحدث بعد الفيصل مباشرة فوصفها بالمؤسفة وبأنها لا تعبر عن الوجه المتغير للمنطقة الشرق الأوسط منقسم لليوم بين معسكرين أحدهم اختار السلامة والازدهار الاقتصادي والاستقرار أما الآخر فتقوده إيران وأذرعها وقد اختار طريق الحرب والعنف والتطرف والإرهاب وليس تضارب التصريحات في المنام الملمحة الوحيدة لما يبدو وكأنه موقف سعودي متناقض فالإعلام الإسرائيلي أورد قبل نحو أسبوع بأن الرياض سمحت مجددا للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها نحو الإمارات أثناء زيارة مستشار البيت الأبيض جارت كوشنر وذلك بعد أنباء عن تعليق العمل بالإذن الذي أصدرته الرياض في هذا الصدد في سبتمبر الماضي ويدرج مراقبون في هذا الإطار أيضا مسارعة الرياض إلى نفي حصول لقاء بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في نيوم على الرغم من تقاطع الأنباء إسرائيليا وأمريكيا على تأكيد حصوله ويعزل بعض هذا التباين إلى صراع أجنحة داخل العائلة الحاكمة في السعودية اذ تحدثت Wall Street Journal في سبتمبر عن خلاف بين الملك سلمان ونجله محمد بشأن التطبيع قبل أن تورد في أواخر نوفمبر رواية أخرى بشأن الأسباب حيث ذكرت بأن بن سلمان انسحب من اتفاقية التطبيع وقرر إرجاء المضي فيها أملا في استخدام الصفقة لتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن من الرياض ينضم إلي أحمد الركبان المحلل السياسي أستاذ أحمد أشكرك جزيلا لتلبية الدعوة والانضمام إلينا في الحرة الليلة هل هناك انقسام سعودي حول آلية التطبيع أو حول التطبيع بالعموم انقسام على صعيد العائلة المالكة والحاكمة وانقسام على صعيد أصحاب القرار السياسي في البلاد أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد لا شك الحقيقة أن الأسرة الحاكمة في المملكة الربع السعودية عرف عنها منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز تضامنها وتوحدها في كل النطاقات المشهورة بين الأسرة والمالكة هي ترتفع إلى أعلى مستوى خاصة أن الثقة في مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد هي مبايعة جماعية من قبل الأسرة الحاكمة وكذلك أيضا من الشعب السعودي ولذلك لا يوجد انقسام في كل الحالات باعتبار أن عندما يبايعون مثل هؤلاء فتكون دائما الثقة موجودة لهم لم يكن هناك انقسام في التعامل مع إسرائيل إسرائيل طبعا تعتبر دولة من دول العالم لكنها دولة محتلة لإسرائيل اللي فلسطين عفوا ولذلك عندما تتحقق الرؤى وتطلعات للشعب الفلسطيني وللقدس أعتقد أن المملكة السعودية هي من أولى الدول التي ترى السلام في العالم ولذلك الحقيقة اشترطت المملكة العربية السعودي في تعاملها مع إسرائيل أي كان نوع التعامل هو طبعا عودة اللاجئين الفلسطينيين وجود اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس أعتقد أن هذه متطلبات سعودية خالجية عربية إسلامية كما أن هناك أيضا مستوطنات وقيمة خلال العشر أو الثمان سنوات الماضية بغير وجه حق وليست نظامية على مستوى الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل وبين الفلسطينيين برعاية سواء كانت رعاية مصرية أو رعاية أردنية أو كذلك أيضا برعاية عربية وأمريكية أعتقد أن الانقسام لا يوجد هناك انقسام على العكس تماما هناك ثقة متبادلة بين الملك سلمان وأبناء الأسرة الحاكمة وكذلك الشعب السعودي أرجو أن تساعدني بتقصير الإجابات لديه العديد من أسئلة أستاذ أحمد هل يمثل الأمير تركي الفيصل بوجوده في حوار المنامة وجهة النظر السعودية هل ما طرحه هو ما تريده السعودية طبعا الأمير تركي الفيصل هو مسؤول في الجهة خاصة تُعنى بالدراسات الاستراتيجية للملك فيصل في مركز الملك فيصل للدراسات العالمية ولذلك الحقيقة هو يمثل الحكومة السعودية السابقة عندما كان رئيس الاستخبارات أعتقد اليوم يمثل شريحة كبرى من المملكة السعودية لم يكن جميعا فهو طبعا شخصية قيادية لها استقلالها لها أيضا رأيها أو رؤيتها فيما تُعنى بالسياسة السعودية وهو حكيم ورجل يعرف كيف يتحدث ويعرف كيف أيضا ينقل وجهة النظر السعودية نعم طب ولكن قالت إسرائيل في ردود على مطرحه تركي الفيصل بأن هذه هي وجهة نظر شخصية وكأنه لربما ترد بالكلام على صاحبه شخصا وليس دولة صحيح هو الأمير تركي كما ذكرتك هذا رأي شخصي للأمير تركي وليس يمثل الحكومة السعودية وليس يمثل أيضا قرارات الحكومة السعودية ولكن الحقيقة هو لديه سياسة الأمير تركي الفيصل هو رئيس الاستخبارات لعقدين يعني ليس مسؤول بسيط هنا تكمن النقطة كيف يمكن لنا الفصل وحتى للمراقب العادي يعني قوله هذا الطرح هو المغزى منه التأثير وليس فقط إبداء رأيه يعني وليست أي منصة وزير الخارجية الإسرائيلي كان موجودا شوف عزيزي بالنسبة للأمير تركي الفيصل دائما يكون موجود في المرصات الدورية وفي المحافل الدورية الخاصة التي تعنى بالمنظمات والمؤسسات الخاصة ولذلك الحقيقة مثل ما ذكرت لك هو لا يمثل الحكومة السعودية باعتبار قرار أو رأي لكنه يدرك تماما أو يلمح إلى يعني أيزولوجية سعودية في التعامل مع هذه السياسة ولذلك الحقيقة هو يعرف ماذا تريد المملكة السعودية وماذا يريد الوقت الحالي اليوم الظروف اختلفت عن الظروف السابقة ولذلك المملكة تسعى للمستقبل القادمة رؤية 2030 اختلفت عن الرؤية السعودية السابقة اليوم هناك انفتاح للعالم هناك تطلعات إلى أن تكون المملكة لا تعتمد فقط على مصادر معين ولا تعتمد على أكثر من مصر كنا نعتمد في سنوات الماضية على مصر البترول اليوم المملكة السعودية تسعى بقيادة الملك سلمان وسمو العهد في إيجاد وسائل بديلة للمملكة السعودية ولذلك إسرائيل من ضمن الخيارات الحقيقة الاستراتيجية لمنطقة الخليج إذا ما تعدلت إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين القضية الفلسطينية هي قضية أساسية للمملكة السعودية ولا يمكن أن تتنازل بناء على المبادرة العربية ولي العاد في أكثر من اللقاء بناء على المبادرة العربية شرطا نعم هو المبادرة العربية تنص على ما ذكرت سابقا ولكن هناك حل حلف في أن تكون إسرائيل تستجيب لهذه الضوابط وكذلك أنظر لهذه الشروط ليست فقط للدول الخليج وإنما للدول الإسلامية والعربية مجتمعة في حقوق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يعتبر مشرد ويهجر من دولته ولذلك المملكة لا يمكن أن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى وأن هناك بعض الفلسطينيين من يعتقدوا أن المملكة ستتنازل لا بالعكس المملكة ستحاول قدر ما تستطيع الضغط على إسرائيل من خلال ولاية المتحدة الأمريكية في أن تعطي الفلسطيني حقهم الشرعي قبل أن أسأل عن ما ترجوه الولايات المتحدة اليوم أو السعودية من الولايات المتحدة أود نشير إلى تصريح أيضا لمسؤول أمريكي سابق جون برونن وهو رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق قال بأن هناك تنصيق سعودي إسرائيلي لمساعدة ولي العهد السعودي على الدفاع عن نفسه في قضايا كثيرة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة ما مدى وقعية هذا الطرح كيف تستقبله السلطات السعودية حتى وإن كان تصريحا مرتبط بمسؤول سابق اليوم والسؤال الكبير السعودية تحت ضغط ما من هذا النوع قضية مساومة في مستقبل ربما مسؤول أو صاحب قرار سعودي مع الإدارة الأمريكية المقبلة أستاذ أحمد السعودية لا تقبل أي ضغوط من أي دولة في العالم ولا يمكن أن تدخل في شؤونها الخاصة المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها وخاصة فيما يُعنى بالقضايا سواء كانت القضايا الفردية أو القضايا التي تُعنى بسياسة المملكة العربية السعودية اليوم المملكة تعاملت مع كثير من القضايا تعاملت مع الأزمات باحترافية عالية ولذلك لا نحتاج إلى أن أحد يملي علينا إملاءات معينة ولذلك المسؤول الأمريكي السابق هو يخمن كما خمن التقريق قبل قليل هناك لقاء بين الأمير محمد بن سلمان وأيضا رئيس وزراء إسرائيل نحن لم نؤكد أن هناك زيارة أصلا ولذلك نفى وزير خارجية للرئيس الإسرائيلي والأمير محمد في نيوم أعتقد أن هذه كلها تخمنات وتوقعات ولذلك نتعامل مع هذه التصريحات وهذه الرؤى باحترافية ونتعامل معها بصدر الرحب بقي دقيقة إذا تكرمت أستاذ أحمد نحن نتكلم عن إدارة أمريكية ستنتهي مدة صلاحية ولايتها خلال ربما الشهر ونيف من الآن هل تتعاطى السعودية مع طريقة الدبلوماسية الأمريكية في التعاطى مع الملفات في المنطقة الخليج إيران غيرها كلها بأنها دبلوماسية أمريكية دبلوماسية الساعة الأخيرة أنصح التعبير وكيف تضمن أن تستمر أي توعود مع الإدارة الجديدة سعي كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد روزفيلت إلى يومنا هذا يحترمون مكانة المملكة المسؤولية ويكون قيمتها الاقتصادية وقيمتها أيضا في القرار العربي الإسلامي ولذلك كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يأخذون حسبان للمملكة العربية السعودية في كل المجالات ولذلك نحن نتعامل مع أي رئيس دولة سواء كان جمهوري أو ديمقراطي نتعامل معه باحترافية ولذلك نهبأ بما يكون دائما في الانتخابات وفي أيام الانتخابات اليوم الحقيقة أول ملف سيطرح في البيت الأبيض هو ملف دول الخليج والقضية الفلسطينية وكذلك أيضا مكانة المملكة العربية السعودية بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية وهي مكانة استراتيجية لا يمكن أن تتنازل عنها لولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن المملكة لديها قدرة عالية في التعامل مع رؤساء دول أمريكا وكذلك أيضا حتى مع الدول في أوروبا وغيرها ولذلك نحن لا نأبه أو نخشى من بعض التوقعات التي تبرم عبر وسائل الإعلام نحن اليوم أمام مستقبل قادم مع بايدن ولذلك ستكون المملكة السعودية حاضرة في جميع المحافظة ولديها القدرة في التعامل مع بايدن الخاصة أن الرئيس بايدن إذا تمكن من رئاسته فهو يدرك مكانة المملكة السعودية عندما كان نائبا للرئيس أوباما أعتقد المملكة تعلمونها أنتم قبل أن يعلم غيرها كيف تتعامل مع هذه العزمات تمام مددنا الوقت قليلا إذا تكرمت في السؤال الأخير إن كان هذا هو السؤال الأخير اليوم نتحدث عن أو يتم أيضا الإشارة إلى احتمالية توجيه ضربة إلى إيران وهذا الحديث كان لربما منذ بداية الانتخابات الأمريكية تعرف حضرتك ذلك اليوم هل تهتم السعودية بأن هذه قد تكون هي فرصة أخيرة لها بلربما تحييد الخطر الإيراني أعرف والتصريحات السعودية تقول بأنها لا ترغب بأن يكون هناك حرب مباشرة ولكن قد يكون هناك من يدفع القوى الكبرى لأن يكون هناك ضربة على إيران هل ستمضي السعودية قدما إن كانت هذه هي الفرصة الأخيرة كون الإدارة الأمريكية واشكت يعني ولايتها على النهاية هل ستمضي قدما بذلك إن طلب منها أن تكون جزءا من تكتل يضرب إيران أولا السعودية لا تحب الحقيقة ولا ترغب أن تكون هناك ضربات عسكرية على أي دول من الدول المجاورة أو الدول الإسلامية أو الدول العربية وغيرها ولذلك المملكة دائما تسعى للسلام قبل أن تكون هناك ضربات عسكرية لكن دائما الجمهوريون يقدمون على مثل هذه الوعود ولكنها قليلا ما تحدث إلا باتفاق جماعي خاصة من الدول العربية ولذلك أي توجيه ضربة إلى إيران لابد أن تكون الدول العربية ودول الخليج مدركة تماما لحيثيات وأبعاد هذه الضربة وأعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك ضربة عسكرية في الوقت الحاضر إلا إذا أقدمت إسرائيل شخصيا سيدي شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد ركمان أشكرك جزيلا لانضمامك إلينا المحلل السياسي من الرياض كل الشكر والاحترام بالحوار أنتقل مباشرة إلى تل أبيب ينضم إلي رعنان جيسين المتحدث السابق باسم الحكومة الإسرائيلية أستاذ العنان مرحبا بك كيف هو الرد؟ هل أو كيف تقيم تعاطي وزير الخارجية الإسرائيلي مع الرد على التصريحات التي وردت على لسان رئيس الاستخبارات السعود السابق تركي الفيصل؟ تفضل كيف تقيم الرد الإسرائيلي على تصريحات الأمير تركي الفيصل في حوار المنامة؟ أفهم السؤال أعيد لك ذلك أعذرني قد يكون هناك تحدي في وصول الصوت لحضرتك أسأل عن تقييمك للرد الإسرائيلي الذي جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي ردا على ما طرحه الأمير تركي الفيصل في حوار المنامة على ما تقوم به إسرائيل وعلى مستقبل العلاقة السعودية الإسرائيلية من وجهة نظر تركي الفيصل لا أفهم أسوال هل تسألني عما تفعله إسرائيل في أي اتجاه؟ لا أنا أسألك عن تقييمك للتصريح الذي صدر من وزارة الخارجية الإسرائيلية قال وزير الخارجية الإسرائيلي هذا تصريح شخصي يمثل الأمير تركي الفيصل ولا يمثل وجهة النظر السعودية هل هكذا تنظر أو ينظر صاحب القرار الإسرائيلي اليوم إلى موقف السعودية بأنه يمثل عبر تركي الفيصل أم لا؟ إيران هي مشكلة لنا ولكل العالم العربي هذا كل شيء طيب لا أعرف قد لا يسرك صوت بوضوح السؤال الواضح لا أعرف صراحة طبيعة المشكلة في طرح الحوار طيب إذا تكرمت اليوم هل تنوي إسرائيل إن شاء تكتل ضد إيران ويكون منطلقه حوار المنامة؟ هل سمعتني أستاذ رعناها مرة جديدة؟ هل تدفع إسرائيل بأن يكون هناك تكتل من دول عربية إلى جانب إسرائيل ليه ضرب إيران قبل انتهاء فترة إدارة الأمريكية الحالية أم لا؟ هل هذا إمكانية؟ هل هذا إمكانية؟ طيب أستاذ رعناها أنا أود أن أشكرك سامحني يا رجاء إن كان هناك بعض التقنيات أو العطل الفني لربما أو التحدي الفني منع من أن يصل إليك السؤال بوضوح لربما نلتقي في لقاء آخر قريبا أشكرك جزيلا رعنا ينقسين المتحدث السابق باسم الحكومة الإسرائيلية من تل أبيب ترجمة نانسي قنقر